أبو الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تلاتا بيرغوة الرمضان شكرا تدودا دادريه دودا أربعين دادا باين هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم فتورمتا يو ما يدخلوا إلى الجسم عبر مجر البول أبو واندسكي شكاة كينجي كمتن تهنير مبودانا رفساري ماليك قد يحتاج الطبيب المعالج إلى إدخال المنظار عبر الجهاز البولي ماليك زئي يوالي كتا يبقاتي شكارد ونبوتو تهنير مبودانا رفساري متن للعلاج سبو دا يماغني أو للكشفي عن أحد الأمراض كوكما يبنككي واندسكو تتكادسكي داما متن تو تمبيرانا شيني إدام متن ينا أزمي كما يجا قول اللي كتا يدوباشي سيلك تيتي زاموسaka maka ونبوتوتو تهنير مفصارار سبو دا مساماما مغني كوكما سبو دا مغانو وشتوچati تكي دامون شيني دان أكا يو متن ونبوتن ها كالحالينا أزمي أزمون سينا نان كوأزمون سينا كالحالي شيني ماليكي ذهب جمهوري ترجمة نانسي قلقم سنة دور ريك المفترات اليومية يترجم الى العزقان الآن يترجم الى السمي through the urinary tract which is medically known as urethra urethra is the tube that conveys urine out of the body from the bladder which also serves as a passageway for semen in men so the question here is what is the status of your fast if a tube is inserted into your urinary tract while fasting the shag says the overwhelming majority of ulema from the hanathia and malikia and hanabila they all believe that what is inserted through your urinary tract will not break your fast so whether it is hard object or it is a liquid object or it whether if it is a look it will not break your fast because there is no connection whatsoever between the urethra and the stomach my mom said wa alayhi therefore falayu adu dhalika من المفطرات this will not break your fast this fatwa can be found in نوازل التداوي للخلاوي page 224 and الجامع في مفطرات الصيام المعاصرة وما يكثر السؤال عنه لأحمد باجي العنزي page 53 اللي الله سبحانه وتعالى أكثر تعبا عبادة أن أكثر تعبا فست والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته